أكد رئيس الحكومة تمام سلام على أن لبنان يبقى غير راض عما قدم إليه في ملف النازحين السوريين على أرضه وقال في دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق إلى اسطنبول أن دولاً خصوصاً الأوروبية وعية لمعاناة لبنان ومدركة أن لبنان بلد صغير وحالته فريدة من نوعها ولفت سلام إلى أن حضور لبنان كان مهماً في اسطنبول لإطلاع الجميع على دوره ومستلزماته والتعهدات التي نص عليها مؤتمر لندن وأكد سلام أنه ليس ضد تثبيت حقوق النازحين لجهة شروط العمل والإقامة لكن ذلك يتطلب جهداً كبيراً تتابعه وزارة الشؤون الاجتماعية مشدداً في هذا المجال على العودة الآمنة وليس الطوعية للنازحين إلى بلادهم وعن مسألة رفض التوطين قال أن بانكيمون استجاب سريعاً عبر بيان أصدره لفت خلاله إلى أن الأمم المتحدة لا تلزم لبنان وأنما خاطبت دول العالم التي تمتلك الإمكانيات لذلك الرئيس سلام كان التقى نائب المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كالي كلمانتس كما التقى رئيس جمهورية كبروس ورئيس وزراء جمهورية فندندا صحيح أنها ليست مخصصة لأي هبات أو تقديمات مادية إلا أن لبنان تمكن خلال القمة العالمية الإنسانية من إثبات حضوره ورفع الصوت عالياً خصوصاً وأنه الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة السورية في ظل وجود حوالى مليوني نازح سوري على أرضه من اسطنبول مع ظاهر تلفزيون المستقبل